السلام عليكم و أهلين فيكم في تسريبات جديدة من زمان ما قلت لكم تسريبات صح؟ أريد أن أبدأ معكم تسريبات الآيفون ولكن أقول لا الآيفون الآن بعض الناس لم يشارهوا فننتظر لكن أضعه في علمكم الذي يشترى الآيفون الآن الآن بقى أقل من 10 شهور تقريبا و ينزل الآيفون 13 مثلا إذا صار في سبتمبر ما بقى لسبتمبر الآن نحن في شهر 11 يعني عدينا الآن 3 شهور من سبتمبر يعني تبر قربنا على شهرين نقدر نقول شهرين ونص حق سبتمبر 2021 فإذا بتشتري الآيفون لا تحس بحسابك أنه يجلس معك الجهاز آخر جهاز من قبل يعني لحق 12 شهر لا حط بحسابك و ما بي أسوي فيديوهاته حين تسريبات لحق لأيفون 13 لحد يقول لي أوه نفس السن الراحة تتكرهت بدين تسريبات ما بعد نشتري لأيفون تتكلم عن تسريبات لأيفون السنة الجاي غصدي ما رح تتكلم عنه نبدأ معكم تسريبات لأيفون الأجهزة اللي ما نزلت لآن أوكي تسريبات للسماعات أبل القادمة اللي هي AirBots 3 مش AirBots 2 لا AirBots 3 AirBots 1 أو AirBots بدون نسم بس AirBots قبل نزلتها هذه كان فيها الشاحن العادي ويوم نزلتها أبل لعبت في الحسبة في السوق كل الشركات نزلت سماعات خاصة فيها بعضهم أسموها FreeBots وبعضهم ما بي أتكلم هناك بعد نجون لي أوه نتكلم أوكي كنسل بعدها أبل نزلت AirBots 2 هذه AirBots 2 نزلت نسختين نسخة فيها شحن ويرلس تكون اللمبة حقتها في الخارج هنا ونسخة ثانية فيها شحن عادي بالكيبل واللمبة حقتها داخل والزر هذا يكون في الوسط حتى الحق شحن ويرلس فأرفع من القديمة بعدها أبل نزلت AirBots Pro AirBots Pro شوي بدأت في نسخة ثانية فيها الجلد وفيها Noise Consolation وفي الأشياء الجديدة اللي حطتها أبل فيها Transparent Mode دعم قوي هنا وصار سعرها أقل الآن AirBots 3 لو نقول مسميها AirBots 3 ما تسوي فيها هذا؟ بعض الأشخاص ما يحبون الجلد أنا منهم أنا أستخدم AirBots Pro ما أقول لكم 100% أغلمت منها معاها أنا إلى الآن الجلد هذه ما تعجبني يعني إذا حطيتها في الإذني ما أدري كيف ما تأغلم معاها تمنى أن تكون كذا بدون جلد تركبها تشتغل ترى ممتازة يعني أحطيتها كذا عادي بس بدون جلد المهم أن أبلا الآن هذا اللي بتسوي AirBots 3 رح تكون نفس صناعة هذه لكن بدون جلد لكن يعني رح تنبنيه من الصفر أن تكون بدون جلد مش من نفسي حركة ما رح تركب عدل بالضبط لأنه لازم تركب على الجلد فالعلبة رح تكون أصغر بطارية يقولون برح تكون أفضل بس كيف مدري فالعلبة تصميمها رح يكون نفس هذا التصميم لكن رح تصغر شوي بسبب هذه صيرة طويلة بسبب العمود اللي هنا موجود أو المايك مع البطارية والأشياء اللي موجودة تحت هنا هنا الجديدة مثل ما نشوف أصغر هذا السبب أن أبل هنا في الكيس حقها تكون طويل فأبل إذا نزلت AirBots 3 نفس هذا الحجم رح تسقر الكيس يقولون الأداء رح يكون أفضل رح نشوف أبل ما تسوي فيها ممكن تحط فيها U1 chip برضو تكلم فيها قدام المستقبل يكون فيها wireless فالأشخاص اللي ما يحبون الجلد ما يبون Noise Concilation ولا شيء خلاص يخذون AirBots 3 بالشكل الجديد بالميزات الجديدة اللي موجودة هنا أو الضغط اللي موجودة هنا أو يمكن يمكن يقدرون يحطون Noise Concilation أبل بدون جلد يكون أخف من هذا البرو يمكن إيش ما تسويها فمواصلات ما نعرفها لكن شفني الشكل الشكل اللي طلع عندكم في الصورة هذي الشكل الجديد رح يكون مثل ما نشوف لو نبدأ من اليمين هو AirBots العادية اللي عندنا في الوسط هذي AirBots 3 الجديد اللي رح تنزل على اللي يصار هذي AirBots Pro برضو الموجودة عندنا نشوف قدام أبل ما يتسوي فيها وكيف رح يكون أداها وش الميزات اللي فيها تخلي أشخاص يحولون لها يعني تخلي شخص عند AirBots 2 يحول AirBots 3 شو الشي لازم تحط شيء أبل تغيير الشكل ومش شيء كافي بس هذا الفيديو وفي نهاية الفيديو تنسونا اشتراك بالغناة واشتراك حسابي بشارت شرف وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني من فاضل دعاكم والسلام عليكم